أزمة الكهرباء تضاف إلى أزمة البلاد وقد تعرضت مناطق عديدة اليوم لانقطاع تيار الكهربائي مع ارتفاع درجات الحرارة لمستويات حارقة ما أثر على العاصمة بغداد أيضاً الحكومة العراقية تحركت ووجه رئيسها مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة لوضع حلول سريع فمن المسؤول عن أزمة الكهرباء؟ وأي إجراءات مطلوبة من الحكومة؟ وهل تتسبب الكهرباء في إشعال الشارع من جديد؟ مع كل صيف يمر على بلاد الرافدين تتجدد مشكلة أزمة الطاقة الكهربائية أزمة مستعصية على جميع الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق منذ عام 2003 أكثر من 70 مليار دولار صرفت لوزارة الكهرباء طيلة 18 عاماً ولا تزال منظومة تجهيز الوطنية عاجزة عن رفع مستوى إنتاجها من الطاقة لكن أزمة الطاقة هذا العام بدأت مبكرة اتخرجت منظومة الكهرباء الوطنية بالكامل وبشكل مفاجئ عن العمل في معظم محافظات البلاد مع ارتفاع درجات الحرارة ووصولها إلى أكثر من 50 درجة مئوية وزارة الكهرباء التي قدم وزيرها استقالته الأسبوع الماضي لم تعلن سبب خروج المنظومة عن الخدمة لكنها أعلنت أنها تمكنت من إعادتها إلى العمل بوقت قياسي بعد أن تعرضت إلى التوقف التام توقف جاء نتيجة عدة أسباب في مقدمتها الفساد المالي الذي رافق ملف الكهرباء طيلة الأعوام الماضية بالإضافة إلى الاستهداف المتكرر لأبراج إنتاج الطاقة في محافظتي ديالا وصلاح الدين كل ذلك يضاف إليه قطع إيران خط الكهرباء المصدر إلى العراق بشكل مفاجئ نتيجة تراكم الديون المستحقة على بغداد والتي ترفض طهران استلامها بالدينار العراقي وتصر على استلامها بالدولار الأمر الذي يخالف قرارات الحضر المفروض عليها رئيس الوزراء مصطفى القادمي سارع إلى تشكيل خلية أزمة لبحث رفع سقف إنتاج الطاقة كما اتخذ أولى قرارته العقابية بإقالة مسؤولين في وزارة الكهرباء ومدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية بسبب تهم بالتقصير والإهمل معنا من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري ومن أربيل رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريمين أبدأ معك دكتور إحسان كما جاء في التقرير سبعين مليار صرفت على مدى عقدين وأزمة الكهرباء مستمرة كيف نفسر ذلك برؤيك شكرا على استضافة حياتي لك سيدي ولسيد القاضي رحيم العقيل ومشاهد قناتكم الكرام هو لا يمكن أن نضع هذا الرقم إلا في خانة الفساد بالتحديد خصوصا وأن الكهرباء نعم كانت أولوية على مستوى التغيير ما بعد عام 2003 لكن في نفس الوقت كان الفساد يسير جنبا إلى جنب في قضية النهوض بقطاع الطاقة الكهربائية خصوصا وأن طبيعة المرصود لها من الموازنات الاتحادية السنوية كانت مبالغ هائلة ومن ثم كانت عملية الحصول واحتكار وزارة الكهرباء جزء من عملية التدافع السياسي ما بين الأحزاب السياسية هذا أولا الأمر الآخر يرتبط بأن ملف الكهرباء لم يكن فقط ملفا داخليا بقدر ما أن هناك تخادم ما بين الأحزاب الداخلية وما بين بعض الجهات الإقليمية وأكثر من ذلك وهذا دفع باتجاه مزيد من الاستنزاف للطاقة الكهربائية وأيضا تحويل الاعتماد إلى إيران بالتحديد الأمر الثالث هو يرتبط من وجهة نظري بأن الشبكة وتداعياتها على مستوى تطور هذه الشبكة لم يكن بالمستوى المطلوب حتى في زمن النظام السابق تعرضت إلى عمليات قصف وعدم اهتمام ما بعد عام 2003 وهذا بالتالي لم يتوازى مع المبالغ المخصصة التي كانت تدفع بها الموازنات مع وجود الفساد لذلك لا يمكن أن نمضي من أن 70 مليار هي صرفت على قطاع الكهرباء بقدر من أنها ذهبت إلى دول وإلى أحزاب وإلى فاسدين في الداخل العراقي سيد العكيلي لماذا بعض الدول ما زالت تحتكر هذه ربما الوزارة على الأقل لأن هناك تدافع سياسي حولها لأن يكون مصدر تربح لها لماذا لم يتم ربما إحكام العقل وبالتالي إبقاء هذا الموضوع بيد العراقيين لا بيد غيرهم هو الحقيقة مثل ما ذكر الدكتور وتحياتي إلى دكتور إحسان الملف الكهرباء يقف خلفه فساد واقتصاد ومصالح دول الجوار والحقيقة أن دول الجوار لها مصلحة كبيرة في إبقاء ملف الكهرباء متراجعا وفاشلا ولا تتوفر كهرباء كافية لإعادة الصناعات العراقية وإعادة بناء قدرة عراقية قادرة على أنتاج جزء من المتطلبات في السوق العراقية السوق العراقية أصبحت محلا كبيرا لمنتجات دول الجوار وهذه تجارة كبيرة لا تريد دول الجوار أن تخسرها أبدا إضافة إلى ما ذكره الدكتور إحسان من أن بعض واردات وزارة الكهرباء في الحقيقة وهي واردات كبيرة جدا موازنات كبيرة جدا خصصة لهذه القطاع ذهبت بشكل مباشر لتمويل إحدى دول الأقليم التي تعاني من أزمة مالية بسبب الحصار الذي يفرط عليها وهناك الآن مشكلة يعني أعتقد هي تغذي العراق ببعض المتطلبات من الكهرباء وهي الآن تقطع هذه المتطلبات بسبب ديون لها على العراق تريد أن تدفع بالدولار وهي لا بد أن تدفع بالدينار العراقي بسبب الحصار المفروض عليها هذا التدفق المالي لهذه الدولة إضافة إلى المصالح التجارية التي تحرص على استمرارها كانت وحدة من أهم الأسباب التي جعلت هذه الدولة تصر على أن يستمر ملف الفساد في ملف الكهرباء مستمرا لحد الآن وأعتقد أن الفساد وهذا التخادم الذي ذكره الدكتور إحسان أيضا فيما يتعلق بمصالح الدول الأجنبية ومصالح الأحزاب السياسية أيضا أثر كثيرا في استمرار هذا الفشل الفساد في ملف الكهرباء كان من أكثر ملفات الفساد خطورة وأكثر ضخامة هناك أرقام فلكية في الحقيقة في ملفات وزارة الكهرباء وعقودها خصوصا في الفترة الواقعة بين 2006 إلى 2014 كانت هناك عقود ضخمة جدا من أجل حل مشكلة الكهرباء وكانت فعلا هذه العقود لو نفذت على أرض الواقع لتمكن العراق من تخطي هذه الأزمة لكن للأسف كانت كلها ملفات وهمية يقصد منها سرقة المال العام وليست عقود على أرض الواقع دكتور إحسان كما تبعنا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أقال عدد من المسؤولين المتسببين في الأزمة هل هذه الإجراءات كافية أم أن على الرجل الذهاب أبعد من ذلك هي إجراءات مرحلية ولا بد له أن يذهب أبعد من عملية اللي قاله نعم استقال وزير الكهرباء وهذا ليس حل ولا يمكن أن ينتج طاقة للشعب العراقي الذي يعاني منذ سنوات طوال وحتى الكادر المتقدم أنا أعتقد أنه بحاجة إلى إعادة هيكلة كاملة يعني خصوصا وأن بعض الكوادر داخل وزارة الكهرباء هم مرتبطين بأحزاب سياسية وهذا يدفع باتجاه الخضوع في بعض الأحيان إلى آراء أو حتى أبعاد سياسية أكثر ما هي مهنية ولذلك الكاظمي عليه أولا إعادة هيكلة الوزارة وهذا يبدو بأنه يمضي به لكن الأمر الآخر هو عملية الاعتماد على مصدر جديد يعني من خلال الربط الكهربائي مع دول الخليج العربي وهذا أنا أعتقد هو الحل الوحيد بالنسبة للعراق استمرار الاعتماد على الطاقة الكهربائية والغاز الذي يغذي المحطات الكهربائية في العراق أنا أعتقد أنه ليس حلا لا بد من التوجه إلى الربط الخليجي وهناك أسعار تفضيلية في هذا الجانب وأيضا أكثر من ذلك هو قضية أيضا الربط مع الأردن ومصر هذا يحقق إلى حد ما نوع من الاستقرار العاجل طبعا بالإضافة إلى قضية الاعتماد على طرق جديدة وترتبط بقطاع الطاقة هو أن يكون هناك محطات كهربائية خاصة لكل محافظة هذه إجراءات فنية يجب أن يعمدها نعم قد يكون عمر الحكومة غير كافي لكن بالنهاية لا بد أن يضع الخطوات بهذا الاتجاه أسد رحيم ما المطلوب من الحكومة الحالية القيام به لتفادي أزمة جديدة في العراق وهل بإمكانها التفلت من البعد الإيراني في هذا الموضوع والله الحقيقة ما هي الحلول التي ممكن أن تعجل في حل سريع للمعضلة أنا لا أعتقد أن هناك حلول يمكن أن تعجل بحل سريع خصوصا مع درجات الحرارة المرتفعة جدا مثل هذه الأيام دائما ودائما هناك ثورة كهرباء في تموز من كل عام في العراق المشكلة في العراق فيما يتعلق بالكهرباء مشكلة متراكمة قديمة والحقيقة الفساد والفشل ومصالح الدول الجوار تمكنت من ضرب هذا القطاع بالصميم قدرة هذا القطاع على مواجهة احتياجات العراق حتى الاحتياجات البسيطة اللي هي خارج احتياجات الصناعة هو بعيد جدا لأن أعتقد مستوى الإنتاج يقل تقريبا إلى الثلث من المطلوب من الانتاج العراقي إضافة إلى أن أدوات النقل أدوات نقل الكهرباء متهالكة وقديمة وغير صالحة نهائيا وهذه مشكلة قديمة كنا قد ناقشناها حتى في عام 2008 إنما أعتقد في الشق الثاني من السؤال هل تستطيع الحكومة مواجهة التحديات المتعلقة بالمصالح المرتبطة بهذا الملف أنا نسيت أن أشير إلى نقطة مهمة تتعلق بالمصالح الداخلية في ملف الكهرباء الدكتور إحسان يعرف أن البديل عن الكهرباء في العراق الآن المولدات الأهلية المولدات الأهلية التي تستنزف جيوب المواطنين بسبب الخدمات التي تقدمها بديلا عن الكهرباء الوطنية هذه المولدات الأهلية فيها مصالح لقوة وتجار وأرباب عمل ومصالح لأحزاب سياسية ومصالح حتى لميليشيات بدأت تسيطر على هذا القطاع فهذه المصالح إضافة إلى مصالح دول الجوار المتعلقة بتعطيل الصناعة العراقية وإعجازها في مكانها تجعل من الصعب أمام حكومة السيد الكاظم أو حتى الحكومة التي تليها أن تتعامل مع هذا الملف بسهولة وأشار الدكتور إحسان إلى موضوع الأسعار التفضيلية فيما يتعلق بالكهرباء التي قد ترد من الدول العربية من الأردن لكن هذه الأسعار التفضيلية تواجه مشكلة رغم أننا نشتري الكهرباء بسعر أكبر بكثير من إيران لكن هناك من يضغط باتجاه الإبقاء على هذا السعر المبالغ به على الرغم من وجود أسعار التفضيلية في مكان آخر لأن هناك ديون تريد إيران تحصيلها أيضا وبالتالي تضغط بهذا الملف سيد رحيم أكيد لكن لا يمكن أن توفى الديون بهذه الطريقة من غير المعقول أن تبيع الكهرباء بسعر مبالغ به كثيرا إذا كانت هناك فعلا ديون على العراق يجب أن توفى بفقل الطرق الدولية في التعاملات بين الدول أما أن نشتري الكهرباء بـ 8 سنت وهو بـ 2 سنت أو بـ 3 سنت أو بـ 4 سنت هذا غير معقول وغير مقبول وأعتقد هذا إضرار كبير بمصالح الشعب العراقي لكن للأسف الحكومات عاجزة عن مواجهة هذا النفوذ الإيراني الكبير خصوصا مع قوة سياسية تنتمي بطريق أو بآخر للنظام الإيراني دكتور إحسان أشار أستاذ رحيم لنقطة مهمة أن هناك ثورة في كل تموز داخل العراق هل تتسبب أزمة الكهرباء هذه في إشعال الشارع من جديد؟ هو الشارع خرج في تظاهرات في كثير من المحافظات والمدن وحدثت كثير من الاحتكاك يعني مساحات من الاحتكاك ما بين المتظاهرين والمؤسسة الأمنية ولذلك أتصور بأنه إذا ما استمر النقص في تجهيز الطاقة الكهربائية أتصور بأن قد نشهد تظاهرات أكبر بكثير خصوصا وأن قضية الكهرباء هي تمس حياة المواطن العراقي بالتحديد يعني راحة المواطن العراقي وهذا المنس أيضا يتزامن مع استياء لدى المواطن من طبقة سياسية فاسدة لم تدر ملفات الخدمات بالشكل الصحيح وبالتالي أنا أعتقد أنه سيتضاعف الغضب اتجاه هذه الطبقة السياسية المسؤولة المواطن يدرك جيدا بأن الطبقة السياسية ومعادلات السلطة السابقة هي المسؤولة عما وصلت إليه ولذلك إمكانية اندلاع تظاهرات كبيرة مثل ما شهده العراق في العام 2015 2018 متوقعة جدا أستاذ رحيم يعني انقطاع الكهرباء عن العراق بشكل كامل تقريبا يعني في كبرى المحافظات وبالتالي هذا حدث لم يتكرر منذ حرب الخليج الثانية إلى أي حد يمكن أن يقلب المشهد السياسي رأسا على عقب وبالتالي تكون هناك تدعيات على حكومة الكاظمية هو في الحقيقة فعلا ما حصل بشأن انقطاع التيار الكهرباء في عموم العراق تقريبا والعمليات التخريبية لأبراج الكهرباء لم يسبق لها مثيل يعني كنا نعاني منها مع القاعدة في عام 2004 في عام 2005 لكن كان مسيطر عليها نوعا ما رغم الوضع الأمني الصعب أكثر مما هو موجود حاليا لكن أعتقد أن هناك أيدي سياسية متورطة في تخريب أبراج الكهرباء من أجل التأثير أو الضغط على حكومة السيد المالكي في ملفات أخرى قد تكون مرتبطة بالكهرباء وقد تكون مرتبطة بغيرها لكن أعتقد أن وقد يكون هذه القوة السياسية تراهن على حرارة الجو أن الشعب لن يخرج بتظاهرات عارمة كبيرة لأن حرارة الجو لا تسمح في الحقيقة وهذا معروف لدينا في العراق لكن أعتقد أن الصخط الشعبي يعني الذي ذكره دكتور إحسان سيتزايد على هذه الطبقة السياسية لكني من جانب آخر أعتقد أن الطبقة السياسية متغطرسة متعالية وهي غير مهتمة لما يشعر به الشعب بالصخط ولا تشعر بالخطر يعني كنت أظن أن تظاهرات تشرين كانت قد أشعرت هذا النظام السياسي بالخطر على نفسه لكن يبدو أن هذا النظام السياسي رجع إلى غطرسته السابقة ورجع إلى نفس ممارساته السابقة بدليل أنه الآن يجير كل شيء من أجل الانتخابات ولأغراض انتخابية ويترك كل الملفات التي تهم الشعب بالعكس هو يتعمد إسقاط أبراج الكهرباء من أجل نزاعات سياسية معينة فيما بينهم ولا يهمهم أبدا أن يكتو الشعب بنار الخمسين درجة مئوية فأكثر شكرا جزيلا لك أستاذ رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة السابق كنت معنا من أربيل أشكر الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي كنت معنا من بغداد شكرا لكم شكرا لكم